موسيقى رؤية الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة هي من رؤية متوليها الشرعي هذه الرؤية الثاقبة الذي سماحته دام عزه دؤوب منذ ساعات الصباح الباكرة إلى ساعات متأخرة من الليل صاحب هم كبير لهذا الشعب المبارك هذا الشعب المعطاء بالبحث عن الكفاءات والطاقات العراقية وهذه الجامعة اختصت باختصاصات عديدة منها اختصاصات الطبية والاختصاصات الأخرى المهمة لخدمة المجتمع واليوم أسس معرض من شركات العتبة العباسية المقدسة بيّن نتاجاته وفتحت الشركات أذرؤها لتبني هذه الكفاءات التي تتخرج من جامعات العتبة المقدسة من جامعة الكفيل لتباشر رسالتها التي نهلت هذه الرسالة من هذه الجامعة والجامعات الأخرى التابعة للعتبة هذه الرسالة التربوية هذه الرسالة الوطنية التي نحن نطمح أن يكونوا في خدمة هذا البلد بلدهم في خدمة آباءهم في خدمة أمهاتهم في خدمة أبناءهم نظمت جامعة الكفيل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات التابعة للعتبة العباسية وبعض المؤسسات والشركات الأخرى معرض الوظائف الثاني لمدة أسبوع يستهدف هذا المعرض تسليط الضوء على الشركات التي ممكن أن يعمل فيها خريج جامعة الكفيل وأبنائنا وبناتنا المتخرجين من هذه الجامعة لدى شركات ومؤسسات العتبة العباسية ولدى شركات والمؤسسات الموجودة في بلدنا وعراقنا الحبيب هذا من جهة أخرى تعشيق عجلة التعاون وإيجاد آفاق واقعية عملية للتعاون ما بين المؤسسات لإنضاج الرؤى العلمية وتحديث المناهج التربوية بشكل يحاكي ما يريد المجتمع وما تريد الشركات لتخريج جيل واقعي يؤمن بالطريقة العملية واستخدامها بشكل واقعي يساهم في إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يمكن أن يواجهها الخريج إن شاء الله تعالى في العمل في قابل الأيام عند توظفه في مفاصل العمل التطبيقي قامة العتبة العباسية مشكورة معرض الوظائف في جامعة الكفيل وهذا المعرض يسهم إسهاما فعالا في محاربة البطالة ويسهم إسهاما فعالا في إنعاش السوق العراقية من مجتمع المنتجات المرعية من قبل العتبة العباسية وجودتها إن شاء الله وواقعا معرض جيد وممتاز لا بالممتاز يعني معرض يفوق المعارض الأجنبية ونفتخر إن هذا المعرض هو معرض عراقي ترعاه العتبة العباسية المقدسة مثل ما تعرفون الشعب لمنهت كل الفروب والأزمات الاقتصادية فإن العتبة العباسية ساهمت في العديد من الأشياء مثل التربية والاقتصاد والتعليم ومن ضمن مشاريع أنه قللت في البطالة وساهمت في العديد من توظيف الإيادة العاملة وإذا نريد نتحدث طبعا عن الجامعات فإن الجامعات العتبة العباسية كفت ووفت مشاريع العتبة العباسية هي مشاريع بناء وكفوئة ورح تخدم الكثير من الشباب بمجالاتهم وتقلل من نسبة البطالة إن شاء الله مستقبلا نشكر حتى بالعباسية على هذه المشاريع ودعمها للشباب بلدنا العراقي مروا بهذه الظروف صعبة خلت الوضع الاقتصادي ومارتنا العمل داخل التصنيع الذاتي داخل البلد قليل ونعتمد دائما على الاستيراد وهذا الشيء كله نقلل من حتى اليد العاملة والكفاءات بدأت تهاجع على مستوى لها هذا سابقا يعني الآن الحمد لله وشكر يعني من خلال شركاتي اليوم اللي استعرضتها داخل جامعة الكثير إنه بدأت تنمي هاي التصنيع الذاتي وتبادل الخبراتي اللي يجي يصير هذا الشيء صراحة كل شيء يعني مهتاجينه بهذا وقتين خلين نقول العراق من الدول الريعية اللي معتمدة فقط على النفط وهذا احنا لازم نفكر بشاء الله ثاني إنه مثلا نعتمد على التصنيع نعتمد على المصانع وبالتالي هذا الشيء رح يشجع الاقتصاد مارتنا بالتالي المواطن هو رح يستفاد والمجتمع كله يستفاد إنه مشاريع العتبة العباسية رح تنعيش الجانب الاقتصادي والجانب التعليمي وبالتالي تسعي إلى تقليل أكبر عدد من البطالة تقليل تشغيل أكبر عدد من الناس وتقليل نسبة البطالة بالعراق وراح تنعيش جانب الاقتصادي وجانب التعليمي وجانب التربة وجانب الصحة والتعليم خدمتها العتبة العباسية من التربية والتعليم وتوظيف وتوعية الجيل كانت في غاية الأهمية والروعة نشكر العتبة العباسية على تقليل البطالة مشروع التطور والتطوير في مرافق الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة أقصد أقسامها وشعبها ومواقعها وشركاتها ومستشفىها ومستشفى الكفيل التخصصي الجانب التطويري هو الجانب الأساسي في عملنا نحن لا نتوقف عند نقطة معينة من أثر التأسيس لمشروع ما وإنما يكون بلحاظ التطور المستمر يوما بيوم من أجل بقاء هذا المشروع خدمي للمجتمع العراقي ومن أجل أن يحتضن أبناء هذا الشعب المتخرجين من جامعة الكفيل وجامعات العتبة والجامعات الأخرى من ذوي الخبرة والاختصاص العالي والدقيق بالبداية أحب أن أقدم شكر للعتبة العباسية المقدسة على توفير جميع الاستثمارات وجميع الخدمات التي تخدم شعبنا وبلدنا في هذا الوقت الحالي وأحب أن أقدم شكر إلى جامعة الكفيل على استضافة معرض الوظائف الثانية وتشجيع الكفاءات العراقية وتوظيف أيضا المواطنين من الشعب ومن الكفاءات العراقية مشاريع العتبة العباسية اليوم اللي استعرضوها على معرض الوظائف هاي الشي راح ينعش الاقتصاد وراح تشجع الوظائف طبعا هي سبقة لهذا الشي على أكثر من المجال لكن هذا الشي راح يزيد إن شاء الله من المستوى الاقتصادي للبلد كثير من الناس وظفتهم بهذه المشاريع وبالتالي راح الكثير من العوائل خلينا نقول اللي مستوى الاقتصاد ومالتهم متضرر راح يستفادون مشاريع العتبة العباسية متعددة ومختلفة هاي المشاريع العتبة العباسية تفيد المجتمع العراقي وتقلل تقريبا من البطالة الموجودة في المجتمع العراقي وتنهض بالبلد اقتصاديا وتساعدنا على أنه ينهض البلد اجتماعيا وإحنا فقورين بهذه المشاريع الموجودة في العتبة العباسية المقدسة أنا وبصفتي أحد طلاب جامعة الكفيل وهي التي تابع إلى العتبة العباسية المقدسة حيث أن العتبة العباسية وفرت أشياء كثيرة تقدم هذا البلد حيث أن هذه المشاريع أنعشية الاقتصاد ومن ناحية البطالة التي نراها كثيرا في وقتنا الحاضر بسبب السياسات المتهالكة أن هذه العتبة وفرت عمل للشباب مشاريع العتبة كلش مهمة في الوقت الحالي معوض البلد الاقتصادي اللي يعتمد أكثر شي على النفط بهدف التنمية والتنمية الاقتصاد الصحيحة لأجل ترويج مما يعرف به صنعة في العراق أكثر من ما أنه يلجأ المواطن للمستورج ويلجأ للمواد الثانية من الشركات الصينية أو من الشركات الأخرى بحيث أنه يقدر يلجأ إلى الشركات العراقية لحصول على المنتجات بهدف تحقيق الاكتفاء الداتي وتحسين دخل الفرد من ناحية المالية نسبة إلى أن الموضوع يعتبر من أهم المشاكل في الوقت الحالي خصوصة لمنهم عمارهم من حول الثمانية عشر إلى خمسة وعشرين سنة حقيقة ما وجدنا من طلبتنا وأبنائنا في جامعة الكفيل في مختلف الكليات هناك تفاعل مثمر وإيجابي لبعض منهم قدم مقترحات طيبة للشركات المتواجدة سواء كان شركات العتبة المقدسة أو بعض الشركات الأخرى وحقيقة هذا ندل إنما يدل على أهمية هذا الموضوع ومنامسته في مستقبل الطالب والطالبة إن شاء الله تعالى في قابل الأيام الشركات اللي داخل من عتبة العباسية شركات توبيفية اللي تقلل البطالة الموجودة في المجتمع العراقي والشركات المفيدة تكون المفيدة للطالب إنه يستثمر من خلال المعلومات ومن خلال تقليل البطالة الموجودة في المجتمع العراقي أكثر من 100 مشروع داخل العتبة العباسية من الشركات الاستثمارية الموجودة فيها العتبة العباسية قدمت مشاريع كثيرة التي تدر في مصلحة هذا الشعب والوطن ومنها المشاريع التعليمية ومنها المشاريع الغذائية وأنها قدمت منتجات كثيرة وأنعشت المنتوج المحلي الذي من خلاله لن نحتاج إلى استيراد مواد أخرى طبعاً اليوم عندنا معرض الوظائف الثاني هذا المعرض جا يتيح فرصة عمل للشباب خاصة الخريجين يعني الإنسان من يتخرج يحتاج أنه مكان حتى يطلع طاقاته لازم يعني أنه يتطور فالعتبة العباسية جاء الساهم كل شيء بشكل شبير وفعال بتطوير الشاب بالعراقي خاصة بعد التخلص إن مشاريع العتبة العباسية الخاصة بالتدريب والتوظيف والتعليم من أهم المشاريع الرائدة نحن كطلاب بأهمس الحاجة إليها ونتمنى أن هذه الفكرة الرائدة تتقور وتصل إلى المستوى الذي يكون فيه البلدين العراقين من أهم البلدان في العالم مشاريع العتبة العباسية هي كثيرة من عدها التربية والتعليم والتوظيف فهي ربت جيل واعي وقضت على البطالة ومن ناحية التوظيف فهي وظفت وهذا اليوم أهم شيء نحتاج اليوم بالعراق صراحة وهذه الرؤية هي رؤية مرجعيتنا الدينية العليا في النجف الأشرف وأكدت خطابات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف أدام الله ظلها الوارث في خطب الجمعة البحث عن الطاقات العراقية البحث عن العلماء العراقيين البحث عن الكفاءات العراقية المخلصة لبناء هذا البلد اشتركوا في القناة